أعلنت وزارة الصحة إجراء الفحص السمعي على مليونين وثمانمائة واربعة وخمسين ألفا وسبعمائة واربعة وستين طفلا وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثي الولادة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم وتم تحويل ستة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وخمسين طفلا بعد الاختبار الثاني إلى المستشفيات والمراكز بكافة محافظات الجمهورية ترجمة نانسي قنقر